صباح الخير على كل مستمعات للا مولتي من داخل وخارج المغرب كانت منولكم صباح مبروك برفقتنا دائما من خلال برنامج المرأة بامتياز ومع فقرات متنوعة كلها افادة ان شاء الله الجميع في شيوات للا مولتي اليوم غدي تشارك معنا المستمع الوفية جدا البرنامج اوم شمس وغدي نتعرف على الاقتراحات المتنوعة والمميزة جدا اللي غدي توجد المستمعات اليوم كذلك غدي نمشيو المسابقة اليومية واللي في نهاية كل شهر مستمعات محدودة كتربح طاقم ديالدهب ومن بعد مباشرة غدي نختاروا المستمعات لشيوات ديالها غدي تقدمهم لنا مباشرة من خلال البرنامج وندكروا اكيد بقانون ديال المسابقة كيفاش ممكن انكم تربحوا مضماء ديالدهب كل شهر وفي موعد تابت فكرة حدا معنا دكتورة سابرين الشيوي طبيبا متخصصة في علاج امراض السكري اخصائية في التغذية والحمية الصحية غدي نكملوا الجزء الثاني من موضوعنا حول التغذية ومرض سرطان ويمكنكم تواصلوا معنا لانكم اي تساؤلات طبية على سفر خمسة وعشرين ثمية وثمانين سفر 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 ستين وواحد وستين واثنين وستين نجدو ترحاب والتحية صباحي على كل مستمعين الاوفية وخاصة اللي عادل تحقبنا اللحظة غدي يمشيوا مباشرة عند ام شمس ونتعرفوا جميع الاقتراحات المتنوعة اللي غدي توجد لنا اقتراحات مناسبة على اساس انه نتقسمها مع افراد الاسرة وكذلك مهمة بزاف الولدات فانتمنى انكم تكونوا في الاستماع ان شاء الله وعقلو كذلك على الحلقة اللي اكيد ابتداء من الجوج را تلقاوها في موقع للا بلوس بو اما في حلقات للا مولاتي صباح الخير ام شمس الو الو ام شمس صباح الخير صباح الخير سي سناء الحمد لله الله يبارك فيك صباح سي بخير بارك الله فيك صباحك مبروكة ام شمس محبابك صحية لك احبيبا والساميحة ولكل مستمع الكرام مرحبا بسلامك شكرا لك بصاف لا يبارك فيك اختي لا يبارك فيك اختي اه نبدأ ان شاء الله الاقتراحات ايه تفضلي اه نبدأه باول حاجة هي الطرطة بالتفاح يمسي على كريمات لوالو كدي صاحة لدي دوز وينة تلو لي داس اه اه بالنسبة للعجين كانحتاجوا في اول حاجة العجين كانحتاجوا ميتين قرام ديال الطحين ميت قرام ديال الزبدة تكون بحرارة الغرفة ايه بيضة كاملة ساشة ديال الفاني شوية ديال الملحة يقبصة ثلاثات المعاز كبار ديال السانيدة وديما نسكها على حسب الطق فعلا اها ومعلقة كبيرة ديال بودرة اللوز بالقشرة دياله وهو ماشي يعني اجباري يعني ماشي اجباري اللي لم توفره مرحبا ما كانش مبلاش ايه طريقة بحل باتسابلي كانناخدو اه كانناخدو الزبدة كاننضيفو على الفاني وقبصة الملحة والسانيدة كاننخلطوهم بزيان حتى كانت تحصو على البوماد من بعد كاننضيفو ذيك البيضة وكاننجمعو بالطحين وهذاك اه عفوان هذك بودرة اللوز كانضيفوها عدد كاننضيفو الطحين كاننجمعو بذيكرا بالضبط كانتاخد معنا ميتين غرام ديال الطحين اه كتكون يعني مكتجمعش بزي كانعرفو انا باتسابلي خسات الطحين من بعد كيتشرب كانجمعوها ما كاندلكوهاش وكانفتحوها ما بيجوش بلاستيكات بالمدلك كانديروها بوحد المول هكا كانصوبوها وكانتكوها بالفرشيطة وكاندخلوها المجمي الدرتاح لما نوجدو الشوشوة ايه بالنسبة للشوشوة كانناخدو الطحانة فاشكنتحنو العاصر كانديرو فيها ثلاثة ديالتفاحات مقطعين من القلب ديالهم ومقطعين بالقشور ديالهم ثلاثة دفاحات كانو صغار ثلاثة كانو كبار نعملوه جوج كانديرو جوج ديال البيضات ياغورط ديال الكغامل ساشي تلفاني شوية القرفة كتعتها للتزوينة ثلاثة مع القبار ديالسانيدة مع القاة كبيرة نعبروه مع القاة كبيرة عاد ندوبوها مع القاة كبيرة ديبة ديال الزبدة وقبصة ديال يعني راس مع القاة ديال الخميرات الحلوة ايه شوية باش ميجنة الخاليط مدقص ايه سافي كانديرو هادشي كله فتحانه وكانتحنوه مزيان حتى كيتتحن وكي يكون خفيف شوية كانش بلودك المولد من المجميد كانكبوه فوق منه هاد الخاليط هاد اللي تيال الحوشوه وكانكونو يعني ايه شرائحة كرقاق باش يبقاوه يعني ملفق كما اشتفت وراذي سفتلك يعني يبقاوه كملفق من ستفين مقادين سافي كانا اخذو هادوك شرائح كنستفوه مزيان كنعطوه من يدي رزوين وكان نشدو واحد شوية ساندة اول الفاني كنرشوها كمالفوق باش يتعسلنا تفاح في الفران كندخلوه كلشي الفران يكون سخون من قبل بحاطة بالكيك يعني كيكون سخون وكان نقصوه وكانخليوه من ثلاثين حتى لخمسة واربعين دقيقة يعني خليوها تبع خطره باش تبدأ كلابات سابلي وفي نفس الوقت ذيك الحوشوه كتنشف كنخليوه واحد كتنين كتخرج كانت دينوه اما بلا كونفيتوغ او بلا بنطج لمتوفر وكنخليوه واحد تبرد ولا نقدمها دافيره كتجي رائع اختصانة لا تختاج لا تكسحة باكل عليك هاد المول اللي اختصانة اخذلي اه اربعة وعشرين سنتين في القطر ذيالو للي ما دلمك قادر هادو ايها اها لمشيول واحد مقبلة ديال دنجال ولا شخصيه كتجي صراحة كان نحتاجه ثلاثة ديال ابنجالات على حسب افراد الاسرة كان اخذنا اخذي ثلاثة ديال ابنجالات وصلتهم مزيان وكان قسمهم على الجوش ومكان بغينا نبخرو هاد العناصر هذي يعني كان ناخد ثلاثة ابنجالات كان نقطعهم على الجوش وكان نرشع لهم شوية ديال الملحة وكان عملوهم عكا على الوجه ديالهم في ذاك الكسكات بس يتبخرون وحدهم كان عملو بطاطا وحدهم قطعة مرباعات ومائتين جرام ديال القرعة الحمرة تاهم قطعة مرباعات ورباعات ديال الدريسة ديال التومة هاد الشي كله كان ديروه في يتبخر منين كي يتبخر كان ناخدو هاداك الدنجال كان نزولو منو شوية ديال القلب ديال المعلقة يعني كان نحاولو ناخدو شوية مدة القلب ديال الدنجال وكان نضيفو على ذيك البطاطا والقرعة الحمرة وكان معسوهم زيان يعني يستكيوا لي عنا بحل بيغي وكان حطوهم على الجنب وكان شون نوجدو واحد بحل سالسة هاد سالسة كنحتاجو فيها جوج ماطيشات محكوكين هي كما كان زربا اغتسانة لا لا تبكر لعلك هاك ناخدو جوج ماطيشات محكوكين شوية ديال الزيتون مقطع الأخضر مقطع شوية ديال المعدنوس يعني الرباع والتوابل اللي بضال خرقون تحميرات كنجبير واما توابل الشوارمة او البيتزا وشوية الملحة وذيك التومة اللي بخرنا والزيت باشغل نشحره يعني كل شي تنشحره مزيان استيدات كلهم كيعرفوا كيفاش منين كان نشحره هاد السالسة هادي كان ناخدو منها واحد جوج معلقات كبار وذيك اللي بقى ديال السالسة كان نضيفو عليه هادي كلابيوغي اللي درنا ديال الخضراء كان نخلطه مزيان وكان ناخدو دوك القوارب ديال الدنجال اللي يخوينا كان عمروهم هاد الحشوه هادي كان عمروهم مزيان حتى تدير تقببون وكان ديروا فوق منهم شوية الصاصات ماتيشة اللي احتفظنا بها وكان ديروا شوية الفرماج حمر كان ندخلهم الفران سخول غير يدو بالفرماج يعني يرقياس يدو بالفرماج وكان نقدمهم ركيجوغ ذالي نختصان اقتعوهم وحسب نسبة لهاديك هاد الهاتو غيرها ممكن نعطوها الوليدات غيرها ايه خاصة ان يكونوا في سن صغيرة فعلا تعجبهم بزاف وفي القرعة الحمراء لا تكسحة وصراحة القرعة الحمراء في فوائد كثيرة ومهمة الوليدات فنحاول ندخلها في اي حاجة ايه في اي حاجة يعني مشغل شربة مثلا او لكسكسو يعني الواحد عاصر هكا العاصر ولا تلعجائن يعني نعجنو بها ركاة جيسع ما صراحة نعملها الماء نعملها هي ونجمعها بالطحين ركاة جي رائع مهم بالنسبة لهذا اصابع الطاقة هدو ومفيدة لالكبر ولا الصغر لان نسلك الاخدامين ولا الوليدات فعلا يعني هدوك اصابع الطاقة الواحد كيف قلت الواحد غادي الخدمة مثلا يعني يدير رفسك داله وفوق ما يحسب العياء ولا بصخفاء او لا يعني حاول يأكل منه كتعطي واحد طاقة ايجابية وفي نفس الوقت بالنسبة الوليدات مهم من بزاف صراحة واللي من اللي كان ناخدهم في الاسواق الكبرى يعني كيتباعوا بثمن اللي عنده تباطلات جوش ثلاثة الوليدات كيكون صعب انهم اللي غايت تقدى بزاف الحويج غادي ويقولوا هدو بحال فعلا شي حاجة اللي ماشي دارورية تانوية فعلا شي ما نصيبوهمش في الدار وتبارك الله عليك يعني من الشكل ديالهم يعني ثيبان وانهم تقونين لعتك صحاء ام شمس يعني مش حامل مرة ونعاود ونذكروا هدو الاقتراح لانه مهم بزاف يعني حاولوا تصيبوهم الوليدات في العطلة باش ملد يدخلوا المدرسة يعني سافي تكونوا متمكنين منهم تفضل ام شمس ان شاء الله صراحة يجوا صراحة غزالين وتبارك الله يعني طالما ما دقدرهم تيجي دوين بزاف بالنسبة المقادر هنحتاجوا فيهم ميتين جرام ديال الشوفان اه او للخرطة اللي نكونو حمرناها في الفران من قبل غيمة تبتلش اللون دياله غيمة شوية ايه هنحتاجوا ميتين وثلاثين جرام ديال مكسرات مشكلة اللي متوفر عند السيدة في البيت تعملو انا عملت شوية ديال الزبيب واللوم والزنجلان والاكاجو والقرقاح وضلت واحد معلقة صغيرة ديال ساية معهم ودرت 50 کرام ديال فواكي معجلى وابنسبة الفواكي معجلى فشاك게 طيري تصاوبوان في الدار ايه فعلا هذا كنتدر 50 جرام ديال فواكي معسلى و50 جرام ديال زبر كان عبرها عاد ندوبوها و 40 قرام ديال الشوكويتا مقطع اربعات او اللي بيت الشوكويتين اللي متوفر و 100 قرام ديال تمار معجون الممر بخورى موحول فليلا العقدة التمر طريقة كان ناخده 40 جرام شوكولات كان نحطه على جند وكان نخلطه على العناصر كان عمله شوفان مكسارات فوكيمة ثلاثة زبدة وكان عمله 100 جرام التمر هي باش نجمعه هاد الخاليطة يعني كان ندون بالكفتة يبقى نفرتت شي شوية يبقى نفرتتين ناخده واحد طاوة كاذا نamiro نعملو فها ورق الدول وكان توصيقوا هذه الخاليطة هذا العصابيع التقلق من فورقه نحاول نضغطه يعني نحاول نضغطه بدينا شوية في اليوم وذلك التخد لفورهم من بعد ناخدوا دوكلي بي 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 دو شوكولات ومقطع اللي يخلينا نعملوهم من الفوق بش يجي بين الولي دات ايه بش يجي يأكلوا هده نديرو دوكلي بي بي دو شوكولات كايبانو من الفوق وكان نعملوه اما ورق الطبخ او البلاثيك الغدائي والصير في هذا اللي هذا البغ غرانولا نضغطه عليهم مزيان ناخده كاس دي الزاج او لهاديك باش تنمعصول بتاطا بطوة بطوة ببوري يعني شي حاشه باش تنضغطه باش كي تراصه كي يشدو بناتهم حيث كما اشترا ما فيهم لا بيد لاواب نضغطه مزيان 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 حتى كي بلي نرى لو سطح واحد تقدو سافي كنزوله هادات الورقة طبخ اللي استعنا به كندخله الفران يكون سخون من قبل اشان نقولك اختي سناء تلات دقائق يعني غير يدو بلينا الشوكولات محمروهم موالو نخرجوهم الفران ونخلوهم حتى كي يبردو تماما عاد كنزولوهم ذاك المون ونقطعوهم بشيموس حكا يكون ماضي طويل ونقطعوهم مربعات او لاش كنيت اصابيع كما عملت لهم انا ونقدموهم لذا كي ترى كي تاني صرا المذاقات المذاقات مجردوهم عجبوهم بزاف اديك 40 جرام ديل الشوكولات اللي في المقادير كتقطعها تطريفات صغيرة إذا كانوا حبيبات شوكولات إذا كانت شوكولات العادي كتقطعي طريفات صغيرة نقطعوهم مربعات صغيرة نقطعوهم مربعات صغيرة نقطعوهم من الفق من الفق كي يعود يبان لوليدات ممكن نزيد فيهم حتى الكوك نزيد فيهم الكوك يعني اللي متوفر في الدار تعملو كي يزيد مداقات إن شاء الله نعمونه بطريقة أخرى نصف توليك اختصانة الصح الواحد يدخلها كم شماش برقو قيابس شريحة هكا مثلا فعلا لا تبارك ما كي قلتيني كل مرة شمتش يكون عندنا في الدار في الفاكية فكل مرة نبيرو حاجة ها بشي اللي كان اختصانة باقي شوية الوقت نعطيك خبز البانيني بالنسبة لنا نعطيك مع الطريقة خبز البانيني كي يجي غزار يعني كي يحتفث المنظر والشكل ديالو كي ما اختصانة بحل اخذينا من هادوك المخابيز المهم كان ناخده بالنسبة لها الطريقة كان ناخده 500 جرام بحين معلقة كبيرة خميرة الخبز شوية ملحة نصف خمارة تقريبة 4 جرام معلقة كبيرة زيت نباتي والمدافي باش خنجمعوا العجين هادو هم المقادر بنسبة لطريقة كان ناخد جوج مع اول حاجة كان عمله الخميرة الام كان ديجوج مع كبار ديال الطحين كان نضيف عليهم الخميرة ليه معلقة كبيرة وكان جمع بالمدافي حتى كي تحصل على روح الخليط تقلم المبغريب شوية مهم كان نغطي وكان خليه على جن حتى كي يخمر هادوك يساعدنا حده بالبرد كي يساعدنا وتيجي طلع عجين تيجي مفش فش من بعد ما كتخمر كان لنار الخميرة كان ناخد بول ولا الجانة وكان ناخد العناصر كاملة اللي بقات بحيل اللي بقالينة والمليحة والخمارة وزيت نباتي وكان نضيف الخميرة اللي خمارات الينا نقبل وكان نجمع بالمدافي حتى كنت لك مزيزة كان تحصل لعجين يكون تتلصق يعني يخفيف شي شوية كان ندهنوه كله بالزيت وكان ديروه في واحد البول اخر وكان نغطي عليه بلاستيك الغذائي وكان خليه حتى كي يخمر مزيني كي يضاعف مزين الحجم ديالو من بعد كان ناخد هاداك العجين كان نهوي يعني كان نخرج منه ذاك العائد الخميرة وكان قطر السيدة كيف ما بغت اما كويرات او لا هكا دي باقي صغيرين كيف ما بغت يعني تشكلو كيف ما بغت طفي من بعد كان مني كان نكملوهم يعني كان نشكلوهم الطريقة اللي بغينا كان نكونو مجديل يعني البرمو الكسكاسات من الطريقة زي ما كتديرها كان نعمل كان ندهنوه بشوية ديت الزيت باش ما تلصقشنا العجينة فيه وكان ندير هادو كل الاشكال اللي عملت يعني يجب فراغ بيناتهم ش تبدل غادي اضاعف الحجم ديالو سوف نغطي إما بفوطة أو بشي منديل عاد كندير لغطة ديالكسكاس بحيث ذاك المنديل ما كيخلناش ذاك البخار ينزل بحال نقاط ديال ما فوق من العجينة تتعجنها ايه سوف نغطي عليه مزيان و نديره فور مدة ديال خمسة دقائق يعني ما نفوته هاش خمسة دقائق على ما نكون وجدنا المسائل الاخرى كنحلوك القوام تنفخوه واختسانة راكيجو رائعين يعني كنزولوهم صراحة مكرات للأخوات يشوفوا الفيديو لأنه راوخة ووركة اللي عجينة كتعودت نفخ كيجوهم فشفشين غذالي تبارك الله فعلا ومسحاجة مصيبة فالدار اللي كين مكين محسن منها الله عتك صحة ايه وكان عمرهم ممكن تسايد الديرهم في الماكينة ديالبانيني أو لديهنهم شوية ديالبيد ويدخلهم فراني تتحمروا راكيف المدروليهم راكيجو رائعين اختسانة ايه لعدك صحة بارك الله عليك الله يبارك فيك اختسانة نزيد واحد الغريبة بريستيج يلا نختمو بيها اتفضلي ايه الغريبة بريستيج بالبرانيني كذيته يغذاله كانحتاجه اول حاجة البخاليني كانحتاجه في خمسة وثمانين جرام ديالسانيضة كانعملوها فوق النار على نحافية مهيل احتكت وليك اغامل وكانزيدو عليها خمسين جرام ديالنوازة محمر وخمسة وسبعين جرام دياللوز والله ممكن يعملو ايه اللوز بكله يعني مية خمسة وعشرين جرام دياللوز فقط ايه اه هذو بالنسبة البندق اللوازة واللوز يكونوا محمرين بالقشور ديالهم كانضيفهم على ذاك الكاغامي كانخلطوه مزيان بسرعة وكانكونو موجدين دهني الخامة ديالنا اولا الورق ديالطبخ كانكو بوفق منو هاد التراليني وكانبسطوه مزيان باش يجينا سهل باش نبغوا انطحنوه طاف كانخلوه حتكي يبرد وكانبسطوه مزيان وكانبسطوه في الميكسور يتطحن مزيان حتى كيولي بحل قنبط يعني كيولي تطحن مزيان كيولي بطخاليني هاد التخاليني هادة كنحطوه على جنب وكانشو موجودو الغريبة فيها في المقادر كنحتاجو مية جرام ديالز بزادكم لحرارة الغرفة قبيصة ديال الملحة سلوكا غامل مية كاس اللارب ديالساني دا هادشي كله كنخلطوه مزيان مزيان حتى كنحطوه على بوماد من النوم نزيدون كاس زيت وكاس اللارب ديال اللوز محمره مطحون بال промيكسره مم جوجه معاص الدنجلان محمرين ومطحوني يعني كان عبروهم من بعدreek ما بتحنه مية معلقة كبيرة ونصف ديال البرحارند اللي صوفنا في الاول يعني كان عمروا واحد المعلقات قريبا 71 جرام هادشي كله كانخلطوه مزيان وكانجمعوه في الطحين وخمارات 8 جرام بالنسبة للطحين يتجمع 300 غرام بالضبط يجمع لنا 300 غرام تقريبا 300 غرام تقريبا نجمع كل شيء نديره في بلاستيكه و نجعله على الجنب ترتاح 10 دقائق على ما نوجده السكار غلاسي نغرب له وبيض بيضاء وشيء لترايفتها كل اللوز يعني اللوزة نقومه على الجوش سافي من بعد أن يدوز 10 دقائق نأخذ العجينة ديالي نديرها كويرات و نحك لوجه ديالها في السكار غلاسي و نضعها ضروري ورق الطبخ و نضعها فوق ورق الطبخ و نأخذ نصف اللوزة و نضعها في بيض و نضعها في قلبك الغريبة و نضعها بسبعة غير شوية بشيء لتشديك اللوزة سافي و ندخلها على الفران طب حلقها بالبهلاء و ندخلها على الفران فران دائما يكون سخون و ندخله شلو و نقصه على حده و نضعه واحدك تشقق و نعوده نطلعها ثاني للعافية تحت منها و نضعه واحد دقليبا واحد عشرات دقائق و نضعه نطلعه حتى تبرد و بالنسبة للناس لا يريد السكار غلاسي و نعملها في فران بحل بلا بدون السكار غلاسي و نضعها بجوجه طرق و بجوجه هم جات ناجحة تبارك الله عليك أم شمس لا تكسحة حتى تحاولي بعتيلي هذه الاقتراحات المصورين عندك فيديو اكده باش نضعه في موقع لا بيس بوائم او يدخل تعرفوا على القناة في يوتيوب تبارك الله عليك شكرا لك بزاف أم شمس اشتركوا على كل هذه الاقتراحات المميزة جدا المتنوعة لقدمتنا ام شمس و نتمنى انكم تكونوا في السماع لا تنسوش تذكروا الحلقة اليوم واحد نوانبير باش دخلوا الحلقات للمولاتي في موقع للا بلوس.ما يعني اقلوا على التاريخ باش عارفوا الحلقة و تسافدوا من خلال هذه الفقرات اللي كان قدموا لكم يبقوا في ارشيف موقع للا بلوس.ما اذا غديمشيوا مباشرة للمستمع المحدودة اللي ربحت معنا اليوم في المسابقة اليومية واللي الاقتراح ديلها تختار باش يدوز معنا مباشرة و تواصل معنا و تفيد بيه المستمعات معنا ناجية البجا من فاس سبع الخير ناجية نابس عليك على خير كل شي مزيان مرحبا بالمشاركة ديالك وتبارك الله لك شكرا شاركتي بالاقتراح ديل البانكيك و نبغي انه فضل عطلة نعطي الوليدات بالطريقة ديالك فيها جوج بيضات كشح ليب خلصة معالك كبار شكار ثلصة معالك كبار جزيز منياد معالك كبار الفورس فانيا وخمارة ديال وخمارة ديال شكرا نضيف البيض فكر وفانيا ثم نزيد الزيت وكذب الحليب ثم الفورس مغربل وخمارة ديال وفانيا نضيفания نعطي فيها ودوموا الشوكلاة نقوم بطائقه ونزيعنيها بالشوكلاة يل desapare من أcommence وصصة شكولات طبقات ايه وصصة شكولاتها ثم نزينه بالمكسارة ايه لوز وقرقام سهاد ايه فعلا يجيزون في صراحة القوتير والوليدات احتمال ان كان عيد ميلاد او شيء على شكل طبقات ونزينه كل فانيد الملون را يجيزون ايه لبسح فعلا ايه فعلا هو صبح الله من نسبة لك خيب ومع هذه السلسة الشكولات يشربها فكيجيزون ويجيزون حلوة لك صحة لقنا بكم مستمعين مازا مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وبحضور الدكتورة سابرين الشيوي طبيبة متخصصة في علاج امراض السكري اخسائية في التغذية والحمية الصحية اهلا بك دكتورة سابرين اهلا بك سانا اهلا بك سانا بمد راديو اهلا بمستمعين الله هي برك فيك غادي نكمل دائما الجزء الثاني من موضوعنا التغذية ومرض السرطان اكيد على انه عرفنا معاك يعني شنو هو مرض السرطان بانواعه وكذلك الاسباب والاعراض وكيفاش يكون شخص طبي تكلمنا على شنو هما الحويج اللي من الافضل على انه يستغنوا عليها الناس اللي اللي يعافي الجميع يعني مرضى السرطان وكذلك تكلمنا على شنو هما الحويجات والمواد الغذائية اللي كتساعد يعني في علاج مثلا اولا كتساعد مع العلاج تكون واحدة تغذية اللي هي صحيحة اللي هي صحية اليوم بغينا نركز كتر على المأكولات والمواد الغذائية اللي كتقوي المناعها اللي غنية بالفيتامينات اللي كتساعد على تدمير الخلايا السرطانية الخبيطة اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو للمهان الليprend我們 اللي هو اللي رديو اللي يعني غنقنا figاui اللي هو اللي هو اللي من الحائل يعني معناه بأن الغداء هو صلب وأساس الطب والتطبيب والغداء هو الدواء وكنافسرنا بأن الناس اللي مصابين بهذا المرض خصوم يعتبنوا على الالكاليف ويعتبنوا على الانتيانجوجينيك دايت معناها بأن نقلنا نظام غدائي قاعدي يعني غني بالفواكه والخضر لنسبة الحموضة للجسم تولي قاعدية لأن السرطانات تنمو في واحد البيئة اللي هي حامضية لكي نقتلوا ذلك الخلايا السرطانية خصنا ننمو القاعدية كي دي قاعدية دي فروي الليجوم حاجة أخرى قلنا الانتيانجوجينيك دايت معناها بأن ذلك الخلايا السرطانية باش تنمو تكاتر خصها واحد ديغيقاتي فاسكولير يعني خصها واحد العرق دموية ولا دورة دموية لكي نقتلوا ذلك الدورة الدموية فحنا كنا نتمدو على واحد السيستام اللي هو غني بالفيتامين A بالفيتامين C بالفيتامين D بالفيتامين E بالزينج بالسلينيوم و بالزوميغا 3 على اليوم غنفسر هاد الفيتامين A والC والD والE والزينج والسلينيوم والزوميغا 3 بطريقة بخاتيك شنو هما لزليمان اللي غنيين توفره فيهم هاد الفيتامينات هاد مضادات الاكسادة لأن جنو هاد المواد هي مضادات الاكسادة معناها بأن الخلايا السرطانية كزتنا واحد المواد اللي هي جذور حره لغاديكوليبر اللي باش نقضي وردو كلي غاديكوليبر خصنا مضاد للأكسادة لازنتي اوكسيدان هاد الازنتي اوكسيدان هما لكي ننف هاد الفيتامينات A C D E و هما لكي ننف مادة الزينج و مادة السلينيوم و هما عبارة عن اوسي لزوميغا 3 و ديزوميغا 9 يعني كيف قلتي يعني نحاولون نطبق هاد الامور بالنسبة لهاد الفيتامينات وهاد مضادات الاكسادة اللي عندهم دور كبير يعني بالنسبة المرض اللي كنت كلمو عن اليوم اللي هو مرض السرطان ففين متوفر مثلا الى هادرنا على مضادات الاكسادة مدوبيو مالولين على انتدوليست انا كننصي بالتوم لاي على انتدوليست كيحتوي على المادة الكبريت و على الارجينين و كيحتوي اوسي على الفلافونويد و على السلينيوم و كيحتوي على الالاليسين هو مضاد للالتهاب من درجة الاولى وهو استان انتيبيوتيك ناتيوريل علش كنانستيوى على التوم لان التوم بينات الابحاث بانه كيبقي من نمور خلايا سرطانية ولا كانت دانتا بخي كنسيرو يعني ما قبل السرطان فهو كيدمر هادوك الخلايا بانسر التوم نتناوله هو كرو يعني اخضر باش نستفيده من مادة الكبريت اللي فيه هي اللي كان شموها من اللي كان قبطه ذاك الفص ديال التوم هذه هي مادة الكبريت علوه باش ذاك مادة الكبريت تمشي وتقتن هذه الخلايا السرطانية فالتوم خصو ياتخاد وهو كرو وكما كنت تكلم على التوم اكيد تكلم على التوم الحمراء البلدية ديالنا يعني صراحة لانه كان التوم البيضاء في الاسواق وللاسف يعني ما كان عفوش ترمس در دياله ولا كيفاش سمع مدرس بانسر عم فيها تنسون واحد لحاجه هنا واحد لكانتخين انديكاشون هي الناس اللي عندهم لزلسخ يعني الناس اللي عندهم قرحة ديال المعدة مزمينة هادوك بانسر خصو يتفادوا التوم لان التوم يقدر ايهي يجعلهم هاداك القرحة لان قرحة لان قرحة سيبا حرقة لان الواحد اللي كانت تحرق المعدة قدر ياخد التوم لان الواحد اللي فيه قرحة عنه لزلسخ اللي انتردي ديال التوم وبينسور نتناولها مرافقة مع شي حاجه يعني مع زوية العود ولا فق المنشليدة ولا فقونس هادوك تخف شوية افكتما لان دوزيام موك ينشيل اخذك لان التوم يحتوي على بزاعة المركبات منها الكاتيشين منها البكاتيشين هادوك تساعد في الحد من تطور الخلايا السرطانية وكتمنع هادوك الجذور الحرة من اتلاف الخلايا افكا لدراسة ديال مجلة كتبين بان الشاي الاخضر ثلاثة الاربعات الاكواب من الشاي الاخضر يوميا بدون سكر كتحمي من جميع سرطانات الجهاز الهضمي والرئة والبخوستات يعني الشاي الاخضر بلا سكر ولو الاطومات الطماطم ولو كتسبر مصدر جيد لمادة الليكوبين هو مضاد قوي الاخصيدة كتستخدم الزريعة ديال الاطومات والذات كتستخدم باش نصوب منها واحد الدواء في علاج كنصير لابخوستات يعني الناس يجبون يعرفون ان الليكوبين اللي في الطماطم ولو كيستخدم منه واحد الدواء ديال الابخوستات ديال الكنصير لابخوستات دونك هي اكدت بالفعل بانها هاد المادة كتكافح سرطان الابخوستات وكتعزز الجهاز المناعي بانسو هاد المادة الليكوبين اللي كينا في الطماطم فهي كينا اصيف الكاروت وكينا اصيف الليبوتيرون يعني القرعة الحمرة ماتايشة اللي كنتكلمو عنها يعني ماتايشة تكون طريقة خضراء تكالخضراء؟ تكون طيبة مثلا وزيدة في الطياب ماتايشة كن عرفو انو فني كن طيبوها ما كن بغيوش وخخضراء لانو ضروري خصاة تتنزل مزيان وطيب فبالحسن تكالي يخضراء او كنفضل تكون طمات دو سيزان يعني مثلا اه لطمات سوريز سون با دي طمات دو سيزان حس كينا على طول سنة نخسنا نخدوها الطمات لسكون دو سيزان طالة طمات دو سوريز اللي برينا نستعملوها في الموسم ديالا في الوقات اللي كتبها الفيرس تماما موخا كاتخياما كين زنجبيل الوشنجامبغ هو من اقوى مضادات الاكسادة بينات البريتش جونر اوف نتريشن بان هذه من اقوى المجلات ديال التغذية في العالم اللي هي مجلة بريطانية بينات بان الزنجبيل هو من اقوى المواد المطهرة مضادات الاكسادة والتي تحمي من سرطانات عموما كين نصحو باش نشربوه الجوج الى ثلاثة الاكواب من شاي الزنجبيل يوميا يعني سكين جبير تري نقطعو طريفات ونغليو في الماء وبحده بس كين جبير ليه بس مثلا اللي هو مطحون على اليده هو مزيان يفضل ان يكون تري يفضل ان يكون تري لماذا باسك مني كان نطحنوه هو البرد كي يضيع بزاف من ديك العبال اغا نتخذ نالجيالو ونغليو في الماء ونشربوه منه واحد جوج الى ثلاثة ديالي يعني المشروب يوميا ديال سكين جبير كين توت هو من المواد الغنية بمضادة الاكسادة هو كي يدير واحد الضرر في ذاك الجذور الحرة يعني كيمكن من اتلاف هذك المواد اللي كتفرزها الخلايا السرطانية هو كيحتوي للفيتامينات السي وكا المونغانيز الالياف غدائية يعني هو من العوامل المضادة من اقوى العوامل المضادة للسرطانات السرطانات اهههههههههههههه هي ـصياخ کیسه ياهههههههه ترجمة نانسي قنقر الخلايا السرطانية النائمة الى خلايا اكتيف نحن كيف ما قلنا فالناس كلهم عندهم خلايا سرطانية نائمة وعلى اتر مهيجات اكترية فهي كتبلي اكتيف دونك هاد الفخويروش كي منعو دك التحول لتترانسفورماتيو ديالهم المواد اكتيف وعندهم انفه يعني على الحمض الوراثي ديال هاد الخلايا السرطانية يخصيا الى النيكس تخيف فرامبواز بزاف ديالة سنتر ديالالكنسيولوجي انقبطوا النيكس تخيف فرامبواز استخرجوا منه واحد الدواء اللي هو انتى انزوجيناز يعني كي هرس و كي ضمر الدور الدموية ديال الخلايا السرطانية هااااااااا قليل فاش يكونوا حلوين لعني سيكون محمودين فقدي ما هو قدمك كان محمود قدم ليكون فايد سكتر هذا هو الحقيقي الاسيديتي هي عبارة على حمض الالاجيك كان ايضا الرمان الرمان يلقبوه بالانتي اوكسيدان يعني ملك الانتي اوكسيدان هو واحد الفاكرة التي تحتوي الى كمية مهمة جدا من مضادات الاكسادة انها حمض الالاجيك و انها حمض التعنيك القشور الرمان كالرمان يعني كان الرمان الحبيبة الرمان وكالغشرة البيضة ديالهم وكالغشرة البيضة وكالغشرة البرانية فعلا يتوقع كله فوائد فاكيها كاملة يعني ايش كالغشرة البرانية تستعمل كمدة دابغة يعني فيها واحد الحمد يعني مثلا في دار الدباغة فهم كيستعملوا كيلونوا الشوز بانكسترى ديال الرمان تسا يدبوا في صباغة طبيعية يعني كيدروا مثلا قشور الرمان انو فعلا كيستعملوا كيدباغ في افكت المشار هذا كالغشرة بانكيدباغ باش نسبغو شي حاجة خصنا نعقموها لفات كيدباغ سفدير امام طان كيلون او امام طان الاسبتيز يعني كيعقم لنا المنطقة دوك القشور الرمان هو مادة معقمة دول انتغاد دياله إلا سمحتي بنسبة في الموسم ديال الرمان اكيد على انو الاشخاص معدل الاشخاص اللي كيعانيوا مرات سكري للحلوة عندهم مضبوطة الواحد ياخد يعني رمان كل نهار مثلا للحين مثلا انتهاء الموسم دياله حدب استعملنا مثلا كيلي فعلا كيياخد الحبات ديال الرمان بما فيهم ديكال القشرة مرات مدغة وخاك تكون مره ولكن عارف الفوائي دياله بنسبة القشرة الرمان واش ممكن على انو يبسهم يبسهم يعني كتبقى الفائدة ديالهم يعني ويتحنوا ونداروا فقرعات ديالجاجوا كل مرة مثلا ندروا نشرب منهم او نزيدوا معاصر او لا فيخبيزات او لا نسفدوا منهم ويبسهم يبسهم يتغسلوا مزيان ومسحوا مزيان وعدك ساعة يبسهم يتغسلوا ويتنقعوا في الماء باش نتأكدوا بان ما بقت فيهم تشي بروديو ويبسهم خاصة وانو في الراس ديال الرمان يكونوا بحل واحد العش يعني ديال ارتيلات فمن الاحسن لفعلا لانو قليل يتغسلوا مثلا هذا ويبسهم يتغسلوا مزيان وتقطع هذه البلاسة باش لا تكون شيء اخر افكتما اذا بس ثلاثة الرمان انا بالنسبة لي عصير الرمان هو يعني عصير الرمان يتحن بالعدي لانو فعلا هو رائع جدا ونقدر نستعملوه يعني الويدات الصغيرة نولفهم يعني عصير الرمان نولفهم ويتناولوه في السلاد وكينا واحد يعني كينا واحد طريقة باش نستعمل الرمان على طول السنة كينا بالدبس الرمان اللي كيستعملو المشاريق بزاف افكتما هي صوص يعني بحال الاسيويين كيستعملوا لصوصه بحال حنا في مناطق الجنوبية كيستعملو التمر تحلو يعني افكتما رمانوسي في الفينولات في الفلافونويد في الزنتوسيانين هي كتساعد في تعديل كيمياء الحيوية الخلوية في الجسم دونك كتقد بين الخلايا الخلايا النرمال والخلايا التاليفة فهي كتمكنها من ديكلوتوفاجي يعني من بانها اللفتكو كتكون تاليفة ما غت تحوش الخلايا التريطانية ولكن غت قتلها واحد الطريقة اللي هي بطيئة حنا في هذه المتعبة هو الخضروات الصليبية اوجياره هم وخضروات الصليبية اماني مدد بسحيان ايه داكو و البسباس هاد الخضروات الصليبية فهي غنية بوحد المادة اسمتها غلوكوزينولات ووحد المادة اسمتها سلفوغافان هاد المواد بجوش تعزز البكتيريا النافعة الميكروبيوت ديال الجهاز الهضمي وماني كنعززو هاد الميكروبيوت فحنا كنقوو المناعة الجهاز الهضمي دونك كنحاربو سرطان القول هون وكنحاربو سرطان المعيدة بالنسبة للناس اللي كي تناولوا جوش الأكواب بروكولي المسلوق تسلم مقرس في الأسبوع فهوما كينقصوا الخطر من الإصابة أو الكروتيفة ان جنرال الخطر للإصابة من السرطانات بالنسبة 28% يعني نوعه مرة بروكولي مرة ملفوف الكرام مرة لفت مرة بسباس وولا كان انسيستي بأنه مواد غنية جدا بليزانتي اوكسيدان وغنيا جدا بالنحاس مثلا اللفت صفر فهو غني بالنحاس والنحاس واحد المادة جيدة للمتصاص لذلك اللي اخذينا الفيتامينيات مثلا الرمان، التود، زنجبيل، ثومة باش نمتصوا هذك المضادات الأكسادة اللي فيهم فما فيها باسوسي نعزو من كويفر للنحاس باش نقدروا نمتصوها بوحد طريقة اللي هي جيدة وفعالة وتخلو الشوز هذي الكروتيفير هما كيتأترو بالطهي يعني مخصناش نطيبوهم بزاف يعني اما يكونوا خضرين في شلادة اما نحكوهم مثلا اما نحكوهم مثلا اما نحكوهم مثلا وفيها نستعملوا استيمخ هذو كل اللي كيف يفور انستانطانيما ولكن ما عندنا شكيفاش نديروه فنقدروا نسلقوهم ولكن واحد يعني واحد الفترة اللي هي جيدة واجيثة ما يلاحقوش يتأتروب يعني ما عندوش الآلة البوخار يعني الكسكاس العادي يعني ركيتفور بطريقة عادية كينا اصي سابانيخ وعلى الزيبنار المرادف ديالها او ماروك سي تسكي بقولا اي جرنينة لان مم فالور بيولوجيك غنيين بمركبات اللوتين عندهم دور اساسي في الوقاية من السرطان السابانيخ اصي تحتوي على مادة الكلوغوفيل اللي هي مضاد الاكسادن وممطن فيها ديكاروتينات اللي تهي مضاد الاكسادن فيها حمد الفوليك لفيتامين بناف اللي هي واحد الفيتامين اللي يقاوم السرطانات وغنية بالالياف يتحمي من سرطان الفم والمبيض بطانة الرحم والقولون والمعيدة يعني السابانيخ لزي بينار البقولاخ وبزي السلق جرنينة عندهم نفس القيمة نتريسيونية نكمل دائما يعني فهدو كلهم مضادات الاكسادن نعم بانسور انا كنقول بانا ما كانش ان رجيم اليمانتر سبيسيال كانسر ولكن كان ان رجيم اليمانتر اللي فيه مواد دي المضادات الاكسادن اللي ان ممطن كتحمي من السرطانات ان ممطن كتقوي المناعة وكتدمر الخلايا بخير كانسر وكتحمي من بزاف الامراض الاخرين يعني هو نظام غدائي مشترك يعني يريد الناس كلهم يادوبته احنا 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 في بلدينا كانت تمدوا واحد الريجيم اليمانتر اسميته رجيم اليمانتر مديترانية ليحنا مشترك بنا وبين اسبانيا وبين اليتالي ليه هو رجيم اليمانتر يفيه زيت الزيتون وعلا Stallone رجيم اليمانتر يفيه الاطمات في الزاف يفيه قصو يفيه الخضر يفيه الفواكه وأثبتت الأبحاث بأن هذا الرجيم المديتراني هو سيداً رجيم أنتي كنسير من الأساس فعلاً المكونات للطبخ المغربي يقرب بزاف للطبخ الإيطالي بالتحديد بما أنه كالأس عملوا خواصم الشركة كثيرة في الثوابل الأطرياء في الثوابل الأطرياء في الزوبرجين وهذا يعني تعتبر من مضادات الأكساد نعود إلى نفسنا كالكاكاو الكاكاو هو مادة غنية بالبوليفينول لديه قابلية أنتئوكسيدان غني جداً بالفلافونويد الكاتيشين يحمي من السرطانات ويأخذ الديفلوب منهم الكاكاو الحقيقي المشكلة في الكاكاو أنه لا يوجد الحليب فالحليب يزول المتصاص الفلافونويد لذلك يجب أن نعطينا الحليب بالشكلة فهي يزولنا منه الفلافونويد ويجب أن نعطينا منه المنفعات لأن الحليب لا يجب أن نتصص هذا المضادات الأكساد لذلك عندما أقول شوكولات يعني كاكاو إما نتناول الشوكولات نوار أو نضع شوكولات الأنسان مثلا الشوكولات نوار يوجد 300 ميلي جرام دي البوليفينول الشاي الأخضر يوجد 250 ميلي جرام دي البوليفينول كاكاو يوجد 280 ميلي جرام دي البوليفينول شوكولات الأولي يحبط 80 ميلي جرام دي البوليفينول لذلك تخيل معي من 280 ميلي جرام يعني الحليب اللي يزدنا على الشوكولات يجب لنا 200 ميلي جرام دي البوليفينول و كونجو دي شوكولات يعني يخصو يكون فيه نسبة الكاكاو اللي كاكاو اللي كتكون 70% طلع إفكتيم الجزر الجزر غني بمادة كاروتينويد وهاد مادة كاروتينويد كينا في الجزر وكينا في البوتيران القرعة الحمراء وكينا أسيب واحد نسبة معقولة في طماطم وكينا في الجزر عنده نفس القيمة الحرارية كجوج بطاتات دوبوم دوتيردوس يعني جوج حبات البطاتة الحلوة ونفس القيمة الحرارية كستاشر حبات ديال الإزابريكوسك ديال المشماش اليابس ونفس القيمة الحرارية كربعة الكيسان صغار ديال السوريزوج هي 25 ميلي جرام ديال كاروتينويد يعني تخيل معي 4 كيسان ديال السوريز القيمة الحرارية ديالها في الكاروتونويد وفي مضادة الأكثرة هي كاس ديال العسر ديال الجزر باش تعرف الأهمية ديال كاس ديال العسر ديال الجزر ديال الجزر فالفلسفراء الفلسفراء الفلسفراء كيف ما قلنا كينا في الكيوي كينا في الفلفلاء كينا في قضرون مع النور كينا في البغوكولي كذلك كينا في الباباي كينا في الكرافز كينا في ذاك النوع الخاص اللي هدرنا معليه في الحلقة السابقة على ماش وكينا أسيه في الجرجير ده برق متواجد في المخشي على الوقتها هو غني جدا بمادة الفيتامين الفيتامين سي أكيد لأنه كيف قلت لنا الدكتورة سابرين هو أنه كل هذه المواد الغذائية اللي ذكرنا من خضر وفواكه ومن أعشاب يعني مهم جدا على أنه الأشخاص مش غير لك يعني مثلا مرات السرطان أو للي تعالج منه وإنما يعني هذا مواد غذائية ونظام غذائي شامل وعام اللي غدي قويل ما نعدينا وغدي ساعدنا على تدمير الخلايا السرطانية يعني قبل المتهيج أو لقبل المدفق فغدي نمشيوا لاستقبال مكالمتكم لهاتفية ونتعرف على كل تساؤلتكم الطبية دائمة على 0-25-28-00-60-61-62 معنا أول مكالمة نورة من ابني مدهر ألو؟ ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ولا نورة؟ تبكروا عن دكتورة تانشكوكم بزائف على هذا المواد حالي مرحبا عن نورة؟ ألو قلت نتقول دكتورة يتنى؟ أي تفضلي؟ السلام عليكم دكتورة وعليكم السلام؟ دكتورة عندي ولدي عندها دابة خمسمين ونقص الوزن بالزائف وي؟ وعندها الدود في الكرس ديالة يجنب التافر كيلوه وعند خمسمين وقصير شحال فيه في طول دياله؟ ما عرفتش بالطول بك انه ما وصلش في المياه واخا ودكتورة الايجازة بخير بغتش ستاكي شكالي واخا يا سمعينا نورة واحنا نجاوبه على التساؤل ديالك داك شو ديالة دكتورة؟ بالنسبة لي في الحلقة اللي ذكرنا في هال سمنة عند الاطفال فاحنا اقدرنا على كيفاش نحسبو الوزن ديال الاطفال واش مقادو لما مقادش قلنا بانك اعتمدو على الطول بالنسبة للوزن باش نلقاول يمسك إلا ما كانش عندنا الطول كنا واحد القاعدة بسيطة اللي كنت قلتها هي مثلا غنشدو خمسنين ايك وانبالا ملتش بليه بغدو داكو هي عشرة ونزيدو عليها ثمانية هي ثمنتاش ايكو الوليد بالنسبة لي انا نقص 5 كيلو داكو خمسة كيلو داكو خمسة كيلو ايكو ايكو هو نقص ايكو اللي فاتكو قاس بانا عندو الدود في الكريشة ديالو فخصنا عدته واحد الدواء ايكو واحد الدواء كيتبعثو في فرم دو سيرو تنشي تقدر تنشي تاختيه من لافرماسي الحرف اللو اللي من اسميتو هو زاد انا ما نقدرش نقول لك الاسمي والتي يكون بحل شكل ديال غبرا بحل امبتي فلاكو سائل اهه يعني قريعة صغيرة داكو وغا تعطي هذيك القريعة الصغيرة يعني كل اسبوع المدة ديال ثلاثة الاسابيع ينشروا ثلاثة القريعات كل اسبوع نعطيه القريعة الاولاد ثانية قريعة يعني اسبوع ثاني قريعة ثانية والثالثة لان هادك الدود اللي فكريشة فهو كي يكل معاه الاكل ديالو كي خلي الوليد ما كي ينصش مزيان وكي خليه ما كي ما كي يتزاج في الوزن ديالو فلا ونراقبه نراقبه نراقبه الخروش ديالو وعزكم الله باش نلاحظوا واش دك الدود باقي وما باقيش حاجة اخرى ان الدود عند الوليدة صغيرة كيكون حساس بزاي في زيت المنطول نعناع تفدير في شليده ديالو نقطعه طريفات ديالو ورقات ديال النعناع ونحاولو ان ندلوه زيت النعناع في سروال ديالبيجاما مش شوية مش بزاف يعني اكترات باش نعقموهم وننشروهم في شميشة ونصلحوهم لان الدود هو الجيز اللي تخيصنسيب اللي تخيصنسيب اللي تخيصنسيب الحرارة مكيستحملوهاش 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 معنا مكالمة اخرى معنا السعدية من اسفي مكيستحملوهاش الشريس لا عندك مشكله عندك القول العصابي ديالك اللي فاش مكيستحملوهاش السلام عليكم الم方面 معك الدكتور واي farmers كذلك اختي الدكتورة لابتلي الحمدلله المشكلة القول العصبي اللي عندك واش عندك فقدة للوزن؟ عندي فقدة للوزن وما عنديش عندي العصبي انا انا كان عاني من 5 سنين انا كان عاني من العصبي وما كنت اخذيش دوات العصب؟ انا اكلش حاجة ولكن ما كنت اخذي جواب وكنت نعزم زيان؟ لا كنت نعيش بزاف واخر كنت نعزم هالمرضو دكشي ما عنديش راحة ما مرتاحاش؟ مرتاحاش عطني الوطن ديالي كي فيه الدرب يطيق بزير وكي يزدح كتحسيبه كي يزدح اه اه اخر اندعكو واخر واخر غادي ناخدو مكالمة اخرى ومعانا عزيزة من بن قرير عاد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كذلك اختيدي بسعليك الله يبارك فيك مرحبه شكراكم علاكم وعيتونا بزير الحمدلله مرحبه دواجي بتفضلي اختي انا اصلا كنت نعاني من العصاب نقولك شي تسنين ومهم اي حاجاتة توسوسي هاد ديالي ما كانت تحت تحت الاجهالي من ديالي والطابق ديالي والبزولة ده بسعلي مرحبه 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 تسلط له هم ما فهمتش واش اخيش فقط اخيش تحتي واش واش توعدتي؟ توعدت في الرأس ديالي ووجيك كتف هدلي مني داك ومدتيش الراديو على الهدف لكن اصلا انا اصلا واشتنين ودرت في الراديو قلوا يلي عندك غروضة اصلا بلي عودة تحتانى ما فقدت داكش في 15 يوم تقريبا إذا كنت تريد تلفازة الانيكوغافي الكتف لأن لدينا واحد القروش في المنطقة العليا الكتف نعم الانيكوغافي هو الذي يبيل لنا الانيكوغافي باقي بلاستو أو يتكال هذا الشريك الذي نشعر لا يوجد الحريق نعم بالنسبة للحريق نعم بالنسبة للحريق نعم بالنسبة للحريق الانيكوغافي الانيكوغافي المنطقة تكون بحلل قريب تفلتق نعم الانيكوغافي نعم المنطقة نعم المنطقة الانيكوغافي نعم واخا واخا معنا أم عمر من ربات لا صباح الخير عليكم صباح النور الله يخليك لانا ما انقبضش يكون الوقت وكان ناجي الناسة وانتو ما كتبولهم تفضلوا وما كيبقوش تدرينا الوقت واخا ما تكسر انا يلا تفضلي انا اخليك ومع المدسك يقول لي ما تاخدش الحواميد يبقى تخضو على الحواميد الزانتي اوكسيدان الزانتي اوكسيدان ما تاخدش الزانتي اوكسيدان ما تاخدش الحواميد قولوا لا مخبرونا يبقى اليوم يحتاجه وانتو نسيستيتا عندما نطلب كوونيك نقوي من مرات أهدا يتضاف الكوين ويف تطلع المنزل انا نقوي من مرات بيوديك من الاسيستيتا ونقوي من مرات من مرات وانتنا تتكلم وانتنا تتكلم وانتنالي نقوي من البيت وما هي سيكونة رقا وشنو الوريجين وشنو الوريجين الوريجين دياللي ما كان نكوش لا ماشي الوريجين السبب للقف طبيب علش لسيستيت انترتيسيال مشي مشي انشي 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 ما عندك ميكروب شنع تقنت هذي سيكون انفلماشيو داكو أسر من هذا التوارض إذا وقت الأنفلمي عندنا أن يكون ماتفة لأنني أسره أي حاجة لن تكلمها بالزنجابيل أو بالعشقة و تسكي لا أفهمتك لا تستطيع أن تكلمها بالفاع الجنجم لا الكركم لا لكن ولكن انا انا ما نقدرش الحوائطة الليمون دابا كان عشقه ما نقدرش الى اخذت وحده شنيفة او هذا ما كان خاف هذا الرموان عندي في الشرداء عندي قلتش اللي قلت يكون شاندي ولكن ما نقدرش ناخدهم على وداش هاد الاميكوز اللي عندي طايبة اللي انفلامي كتحرقني وانا دي جارة كناخد بحال قبل قبل قلت لزانتي افلامة وكيعطوا الكفدة كيعطوا هذا ايه كيعطوا ولكن اشغالين دير هو اللي كان اخد باش نقدر كامل الصباح كناخد اللي كان اخد بحال قليل الصباح وانا اخد بحال قليل الصباح 50 ميليم وانا اخد بحال قليل الصباح بلا ما نذكره الاسمحتي بلا ما نذكره او عمار وكنتظر انا اخذتي وقتك الكافي او عمار اخلك معنا هيا الدكتوره ستجاوبك على التساؤل ديالك اللي احسن وانتمنى ان كل المستمعات ولمستمعين او في ادىاننا نحترموا بعديتنا لانه التوحد ما كيتواصل معنا باش يضيع الوقت وانما كتكون عنده واحد استشارة كيبغي سويل كيبغي ياخد معلومات فأم عمر كان ضمن انه اعطيتي التساؤل ديالك والدكتورة جاوبتك ومع ذلك ادخلنا يعني في التغذية وما زال غندخله في امور باش يعني الواحد يفهم اشن عنده فتكبت لي الدكتورة صابرين هذا سيدا عنده انفلاماتي ميكوس فيزيكال انسيسي انترستيسيال يعني تعاني واحد المعاناة اللي انا فهمتها داكور اذا لا تقدرش تاخد الزاقروم تماما يعني طبيب عنده الحق ولكن الشريفة لانتوكسيدان لا كانت في الحوامد داكور يعني مثلا نقدر ان ناخدهم من الخضر الصليبية من الكروسيفير داكور بحال البروكليل من الفكتب ماركو في الترتين لفت نقدر ان ناخدهم من الشامبينيون يعني جميع الفطريات تتغير في السيستام امونيوتر نقدر ان ناخدهم من الباربة الابتخاف الابتخاف فيها واحد المادات الانتوسيانين يعني الباربة مفاش واحد الحمضية اللي هي مرتفعة نقدر ان ناخدهم من زرارة يعني مثلا انا كنوصيك بالغران دوتورنوسول هما غنيين بمادات الزنج وغنيين بالفتامين او هما مصدر السلينيوم دوك مدادات الاكسادة اللي هما كيسان اكسلل لغران دوتورنوسول لغران دولان هما غنيين بلزوميغا 3 كنوصيك اوصي بالبقوليات يعني سخته يعني ريد بينز يعني اللوبيا الحمرة اللي فيها المادات الكاروتينويد وفيها الغزفة غيراتخول وهي من المضادات الاكسادة دوك بنسبالك انتي سنحيدو عالحوامد ونحيدو لطوسكيه اعشاب وطوسكيه مهيج يعني الكركما و الجنجم ما نقدرون نعوضوه بهدشي نقدرون نعوضوه اوصي بالكاكاو ماشي مشكل نقدرون نعوضوه بالحليب بالحليب بانسور نقدرون الاسماك يعني الوصان كيسان غرام يعني بانسور حنا طبعك الله فوحد البلد اللي فيه لساردين متوفرين دوك انا كنوصيك بالساردين بالطن بالمكريل ولا اوصي بالنسبال الزاقروم تقدر تاخد الباباي لان الباباي فيها مادة الديجستين هي مرتبة اللي ميكهز نختارو واحد الباباي اللي تكون يعني مكتملش الحموضة مكانين بزاف دي اللي الباباي يكون حلوين الباباي اغلبيتها هي حلوة داكو وبالنسبال بصلاو طوبة يعني ممكن تستعملهم بانسور ممكن تستعملهم العرهية مثلا لكنا كنقول الناس ثلاثة الفصوص ديال التوم بسموح بهم ماكسيموم بار جور هي بالنسبالي لها فما تفوت ليش واحدة داكو كين اوصي الفول السوداني يعني البينات باتور زوبدة الفول السوداني غنية جدا بالفيتامين او وكتقيمن مجموعة ديالسارتانات كين سويا نبسة السوجة هي غنية بالجنستان وغنية بالفيتو استروجين لانك تقرد البالة الشريفة كعندك انفلاميسون للمكوز لقدر الله لكي نحفظوك من الريسك الكنسر فيه معنا فاتيما من المكنيس الليو فاتيما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله احفك الله يخلص انا التاسؤولي للي على الوليدة عنها تحليل عندها تسكر عنها تسكر وعندها حتى وعندها حتى تحليل كيف تسمعكش مزيانة فاتيما سمحت ارفع الصوت ديلك شوية نرفع الصوت الله يبارك عندها تحديد 24 ساعة دارتهم ديال الكلاوي يأخذوا من الدم ويأخذوا يقلبوا البولة 24 ساعة وعندها الخزان تيه 8.1 ديال دارتها التحديد غادي غادي ما ندابه وعندها دك كليرانس ما حد عندها لكليرانس 119 داكو مزيئ قصير 5 العادي ديال 120 ساعة ما ندابه لديها مشكلة في الكلاوي شوفها الشريفة انك تقرأ لكليرانس هذا معك لكليرانس لا اختي اللي قرأتها نعم لكليرانس تكون بين 60 إلى 120 داكو المجال من 60 إلى 120 الويدة عندها 119 سوف تقرأ كليرانس ما شاء الله مزيئ مخصوم شكو نقل من 60 عادي شكرا معي لك شكرا معي لك شكرا معي لك شكرا معي لك غالبية الوقت سوف تأكل اللحم البيضاء والأسماك ونجروا واحد يومين في الصمانة تاجين من الخضراء لكي نحفظه مع الكلاة نقص اللحم الحمراء ونقص مشتقات الحريب ونقص مشتقات الحريب ونقص مشتقات الحريب ونقص مشتقات الحريب معنا مكالمة من بركان خديجة سلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله الله يبرك فيك خديجة مرحبا ان شاء الله مرحبا اعقل عليك تفضل خديجة خديجة بركان ليعطتك الوصفة للطيلة ودين كفايا اعقل عليك مكينت مشكلة الله يبرك فيك لالاخت لك ايه تفضلي عندي واحد من مشكلة عندي انفولوصاتي وعندي مشكلة انتي فخص اماء الزرف عندي انقاض وكلي جانين ايه دكتورة كالثماني ايه 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 دكتورة ايه 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 أ ordinary ايه 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 ايها ايه ايه احسن اطلب هي ذكرات الخبز البيض من أسوأ الأطعمة اللي ممكن تناولها هو الخبز الأبيض لأن المسران ديالنا كيدرسكونا بالغاز فيغمونتاتيو شنو كيترام اللي كناخدو الخبز البيضة فإحنا كنبتصو المكونات ديالها ولكن كتبقى شي حاجة في المسران اللي كتتخمر وكتدير لفغمونتاتيو وكتنتج واحد لغاز لأن ما تمش متساس هادك الخبز بطريقة جيدة دوك أنا كنوصيها بيانسور دريس كنابل إونال تغناص يعني نهار غن تناولو خبز الشعير نهار غن تناولو خبز القمح نهار الثالث خبز الخرطال نهار الرابع خبز الزورة نهار الخامس لسعازن والحنطة السوداء هادو كلهم عبارة عن مكونات اللي كتخلي المسران كيخدم بواحد الأرياحية أكتر ديال فيهم ألياف فيهم مادة لانيلين لكاتقاد لكولوباتي بيانسور هي كدر هالجنب ليسر ديالها سي نغمال لأن الكولون عبارة عن كادر كوليك يعني كن في الجزء الأيمن والأيصال غير في الجزء الأيمن فهو إلي أدو سي أوفوى يعني متكاء الكبدا دونك وخاكي تنفخ ما كنحسوش به دونك وخاكي تنفخ ما كنحسوش به دونك وخاكي تنفخ فالحريق إما كيهبط لنا على الركبة على الكويس ولا كيطلع لنا على القلب دونك كنحسوه بواحد الخنقة دونك شيريش لجن عندهم إنكولوباتي فونكسونال ولا إنكوستيباسون كيقول لك أنا كنحس براسي مخنوق ومتضيق في النفس دونك أنا بنسبالي سيسا لاتيزان بيانسور كنوصيها بتوسكيه النافع حبتحلاوه اليانسون شامر بودور ديال بسباس كلهم سيسا داتيزان إفاكواتيس وكنوصيها وسي بلسان دافوان ولا لسان دوبلي يعني نخالة البر ديال الخرطاء ديالقمح غا تحمرها وتدات تخد مع القف النهار مع كاس ديالما بنسبا قلتين لنا في حبتحلاو ممكن ما تحضر لويزا مثلا ويهر هي لويزا كتفاجي لدولغ لكان شي حريق ولا مملكة 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 الإفاكواتيس التي تخلي لغازي خرجوا هادو قوة منهم نافع بسلاوه تلافة مئة ديال النوافع نافع تحب بسلاوه افكتبون ينسون معنا رقييم نارباط صباح النور صباح الخير رقييم مرحبا صباح النور لله منورة دياليميد راديو صباح بونجر دكتور مملكة مملكة ترجمة نانسي قنقر 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 بيانسور كل لسل كاشي كل لسل أباران اللي باين هو الملحة وكين كاشي يعني غسنا نزول الحمد مصير نزول الزيتون نحيد الطون نحيد السرديل داكو 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 إلا بقات منيما 9-9-9-8 أبقى 15 جور داكو ولكن أنا نوصيك داكو أنا نوصيك فهد 15 جور خصيك تعبرها لها تنشون 2 فاة صباح وفلشية يعني ان ديبوت جورنة داكو باش نشوف واش كادر ديبك باش ميترجع عند الكارديو رجع بلاجندة ديالك اللي فيه اللي فيه اللي سجلات صباح وفلشية ووي معنا اخر مكالمة الاسف مقاشنا الوقت وكي المكالمات كثيرة معنا بوشرة من مكناس وعليكم السلام وحمد الله الله يبارك فيك بوشرة مرحبا أظنني بوشرة من مكناس اللي كنت عيق السمينة دغنية vi انا لدي ان نضي اجن الدوستان وعندي تغويت أجبك بريترة ودكتورة حق سكيع أنا كلا على التغذية متنا نحن لنخلش اللفت متنا نخلش الكوكولي متنا نخلش الكور على فيها كينجي تليدي لسمينة دغنية واجي أجو في جيطاريا متنا نكل الخضراء متنا نكل الحمي لالجاج والبوستان وليتن نكل فأنا كيف حصل هذا اللفت وبروكولي ويؤثر على التغويد وعلا كنت تخدي للدواء التغويد الذي كفده بأهل نعم 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 حكيا هما يؤثر الأشياء عدواء التغويد يجيهم غير فعال دكتور ومثالك إذا كنت تخديد الدواء ويجب تجمع بغامر على التغويد ستتحرمي من هذه اللفت والفجل والبروكولي والتكروسيفير كلهم فلا نأخذ الفجل لن نأخذك لن نأخذك هذا التليف تحذيل كما أقول الشيخ إذا أخذك الفجل الأسود ونعم الأبيض حسنا حسنا آخر شيء مضام بوشرة أنا أتركبها جيدًا سوف أتخذك للمتابعين الطريقين من الأسزان و سوف أتخذك بأي من الأن آخر إن شاء الله شكراً لك بثاف الدكتورة سابرين طبيباء متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التعديل حماية صحية على كل هذا النصائح القيمة والمعلومات الطبية اللي قدمتنا اليوم وفرصة مقبلة إن شاء الله الخميس المقبل وموضوع الطب جديد كيهم الصحة ديال أوفياءنا أوفياء ميد غاديو شكرا لكم مستمعينا على حصل المتابعة والإستماع البرنامج المولاتي لكم تحية وفاء فإز رفقتنا في الأخير ساميحة شوبي في استقبل مكلمتكم لهاتفية نتمنون لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد غاديو الإداءة القريبة منكم شكرا لكم